يقول السائل الكريم قول بن مسعود رضي الله عنه لهم الهناء وعليه العناء هل هو خاص بالورث أم للهدايا وغيرها الحمد لله رب العالمين وصله وصله على المبعوث رحمته للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيما يتصل بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لك مهنأه وعليه مغربه ويجاء في جواب سؤال أن رجلا سهل عبد الله بن مسعود فقال إن لي جارا يرابي يرابي يعني يتعامل بالربا ويهاديني يعني يهدي إليه آف أقبل منه قال اقبل لك مهنأه يعني لك فائدته وعليه مغربه يعني غربه ما كان من كسب حرام وهو الإثم المترتب على كسب الربا على من اكتسبه وهذه قاعدة في كل مال محرم يصل الإنسان من طريق مباح بمعنى أن الإنسان إذا تعمل مع شخص كسبه حرام من أجل عدم جواز الطريق المكتسب وليس لأجل أن المال محرم في ذاته لأن التحريم في الأموال نوعان تحريم عين وتحريم كسب تحريم العين كالمال المسروق والمغصوب إذا سرق أحد هذا القلم وعلمت أنه مسروق وجاء يبيعه إليه ما يجوز أن أشتريه لأن يعلم أنه مستحق مسروق فهو محرم العين لأنه مستحق لصاحبه ومن تصرف به تصرف به من طريق محرم لكن لو أنه شخصا تعامل بمعاملة محرمة وكسب منها مالا بالتراضي مع الطرف الآخر ففي هذه الحال المال الذي في يده خرج عملك ذاك الرجل الباذل له وهو حرام عليه يجب عليه أن يتخلص منه لأن طريق كسبه حرام فلو أنه تعامل به معهد في بيع أو إهداء أو غير ذلك من أوجه انتقال المال فإنه لا إثم على الكسب فإنه لا إثم على الآخذ له لأنه أخذه من طريق حلل ولو كان بإرث فكل الانتقالات التي تكون للمال المحرم لأجل كسبه كلها لا يترتب عليها إثم في ما يتعلق بمن انتقلت إليه بطريق مباح والإثم على كسبها الذي اكتسبها من طريق المحرم وبالتالي لا فرق بين أن يكون هدية أو أن يكون ميراثاً أو أن يكون معاملة بمعاوضة فالجميع كله في قاعدة واحدة أنه يجوز وأما مهنأه فهو في المال الذي لا كد في كسبه يعني مثل هدية ومثل الميراث فإنه لا تعب في أخذه لأنه يأخذه من غير جهد أو عمل منه إما كسب قهري أو تبرع فهذا يدخل في قوله لك مهنأه أي فأيدته وعليه مغربه نعم بارك الله فيكم شيخ خالد